بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبة grade 4 تعالوا نكمل كلامنا في lesson 3 concept 2 ونفهم أكدر إزاي النيرذوس سيستم بتاعنا بيقدر يعمل work وإزاي نحس بالحوالينا ونأكد على الحدوثة اللي حكناها المرة اللي فاتت بتاعة الجربوة وبتاعة الفينجر بتاعنا لما قرب من الهورنز بس ما تنسوش لو دي أول مرة تشوفونا يريد تعمله وسبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو والقناة بين أصحابكم وحبابكم واتنورونا على الفيسبوك الجروب والبير وكمان التليجرام يلا بينا نكمل كلامنا في lesson 3 احنا كنا اتفقنا المرة اللي فاتت ان النيرذوس سيستم بتاعنا ده بيزبط الدنيا كلها وياخد السيجنل والساينز اللي جاي لنا من السينسوري أورجان ونحس بيها ويبدأ يترجمها ويعمل لها ترانزليت ويخليني أعمل الأكشن المناسب تاني الفونكشن بتاعت النيرذوس سيستم تعمل gather أو collect للإنفورميشن من السينسوري أورجانز بتاعتي زي ما خدنا في الإكسبرمنت اللي فات نحنا اشتغلنا مرة بالسايت ومرة بالهيرنج يعني using the eyes والear الإنفورميشن اللي جاتلي دي النيرذوس سيستم بتاعي عمل لها collect مش بس كده عمل كمان ترانزليت للإنفورميشن ديه جوه البريين وبعد كده قال للبادي بتاعنا المفروض يعمل إيه لو أنا المفروض مثلا أعمل run هعمل run لو أنا المفروض هعمل catch للميتر ستك زي الإكسبرمنت اللي فاتت هيقوله اعمل catch وهكذا عمل collect للإنفورميشن أو gather للإنفورميشن بعد كده translate وآخر حاجة تل البادي what to do تعالوا نشوف الحدوتة دي تاني بشكل مفصل وبإجزامبل مختلف عن الإجزامبلز اللي خدناها قبل كده الحدوتة بتاعتنا بتقول إن كان فيه ولد كده قاعد تحت الشجرة دي وبعدين مرة واحدة جات له sign من الإير بتاعته إنها سمعت الساوند بتاع البيرد دي السنسوري أورجان بتاعنا اللي هو الإير سمع الساوند وبعت الساين للبريين وقال له أنا سمعت حاجة البريين عمل translate للحاجة دي وقال للبادي بتاع الولد ده بص فوق كده علشان تتأكد هو اللي أنا سمعه ده بجد ده بيرد فعلا يقوم الولد يبص فوق مثلا لو بنفس الطريقة بتاعت المرة اللي فاتت ساوند بتاع كلمة جو اللي أول ما الولد ساب بيها الميترستك أول ما البنت سمعتها حصل نفس الكلام السنسوري أورجان اللي هو الإير وصل الساين اللي وصلت له اللي هي الساوند ده وصله للبريين والبريين translate الاكشن ان احنا البادي بتاعنا لازم يعمل كاتش للستك وهكذا تعالوا نشوف الحدوتة بشكل أوضح ايدي الإير لما جالها الساوند الساوند جالنا كده اهو يحصل ايه السنسوري أورجان اللي هو الإير يبعث الساين بتاعتنا دي للنيرف النيرف ده من نيرف لنيرف لغاية ما توصل الحدوتة للبريين البريين يعمل translate للساوند ده الساوند ده بتاع ده زمارة عربية بتقرب بسرعة 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 يقوم البريين ده بترجم الحاجة دي ويقول لللاك بتاعتنا رن ابعادي عن طريق الكار دي او مثلا الساوند اللي جاي لنا ده ماما بتندق بتقولي يلا الاكل جاهز السنسوري أورجان يوصل السيجنال دي للبريين البريين اول ما يسمع سيرة الاكل جاهز ويعمل لها translate يقولي يلا هوى نسيب اللي في ادينا ونروح نخسل ادينا وهكذا الحدوتة سهلة كل مرة بنفس الطريقة باختلاف السنسوري أورجان ممكن يبقى السنسوري أورجان بتاعنا مثلا هو الاي اللي شاف حاجة برضو النيرف يبلغ البريين والبريين يشوف الاكشن المناسب اللي المفروض نعمله تعالوا نرجع تاني ونشوف الحدوتة مكتوبة ازاي ادي الاكزامبل بتاعنا ان الاير بيك هاب ساوند جاية من البرد وبعدين النيرف بتاع الاير وصل الماسج للبريين اللي عمل لها translate وعرف ان ده بيرد فقام البرين send message للبادي مثلا بص فوق كده على البرد وهكذا على حسب الاكشن اللي لازم البرين ياخده البرين فعلا بياخد الاكشن المناسب لكل حالة بس خلي بالك بقى من حاجة مهمة قوي في message اسمها reflex ودي بتحصل بسرعة جدا لدرجة ان انت ما بتاخدش بالك انها حصلت يعني مش زي حددت البرد دي تسمع الصوت فانت مركز سمعت الصوت وبعدين بصيت لا في حاجات تانية بتتصرفها وانت حتى مش واخد بالك زي لما تلمس مثلا hot cup او hot spoon او اي حاجة حتى كده يا سخنة تلاقي ايدك automatically كده تشالت بعيد اهو بالضبط الreflex action ده action بتاخده وانت حتى مش مركز action لازم ناخده لان فيه danger يعني مثلا زي لما تكون انت راجع من المدرسة تعبان ومش قادر تمشي والشنطة طقيلة قوي بس انت عندك مشكلة بتخاف من الكلاب وكل بتلعلك في الشارع مرة واحدة بتلاقي الصحة فيك بقت زي الفل وجريت بالشنطة الطقيلة دي تعملت الaction ده ازاي هو ده الreflex action او فكرة ان انا ادوس على حاجة في الارض واحس بالقلم فمرة واحدة اشير رجلي بسرعة قوي لدرجة ان انا مخدتش بالي من حدوتة ان انا حسيت وبعدين شلت لا ده انا بشير رجلي وبعدين احس ان انا تعورت الحركة اللي بتحصل فينا كلنا لما نيجي انتلسع من اي حاجة سخنة او شك الدبوس تلاقيك بعدتي ايدك كده وبعدين صبعك بدأ يوجعك اهو ده الreflex action ده action لازم يتخذ بسرعة جدا لدرجة ان انت can't realize it ما الحقتش تحس بيه انت حسيت بيه بعد ما حصل فيه message تانية بتروح للbrain انت ملاكش دعوة بيه انت مش عارف اصلا ان الbrain بيطلع الم message دي زي signal to breathe زي ان الbrain يقول للنغ بتاعتك اعمل breathe انت ماخدتش بالك ان الbrain بعد sign للنغ لكن الbrain بيبعتها automatically هو كده مزبط نفسه بنفسه الbrain زي ما بيبعت sign للنغ بتاعتك انها تعمل breathe وبيبعت sign للهارت بتاعك يعمل bump للblood وبيبعت sign للdigestive system بتاعك انه يعمل digestive food دي message كده بتتبعت automatically انت حتى ما بتحسهش يعني احنا كده في two message can't realize واحدة اللي هي very fast زي reflex والتانية اللي بتحصل automatically زي breath تاني لأكد للمرة المليون describing nervous system البارت بتاعة nervous system بتشتغل مع بعض علشان تديني كل الinformation دي فيه organ شغلنتها ان هي تنقل لي sensation بتاع الenvironment اللي هما بنسميهم sensory organ في حاجات تانية تنقل الinformation دي وحاجات تالتة تشوف الaction المناسب لكل signal واصل لنا البارت بتاعة nervous system work together علشان تعمل التلات حاجات sense the environment وinterpret the information علشان أو translate the information علشان decide ايه البست action اللي أنا المفروض أخذه ايه الaction الصح اللي المفروض أعمله هنا وتبعت sign للbody علشان يعمل الaction ده يبقى حسينا الاول وبعدين الbrain قرر وبعدين البادي اشتغل من غير اي part من الparts دي الموضوع مش هيكمل لو sensory organ ما اشتغلش انا مش عرف اعمل الaction لان ما فيش information وصلت للbrain لو وصلت الinformation للbrain بس الbrain ما اشتغلش البادي بتاعي مش هياخد الaction لان ما جلوش الorder من الbrain واني ياخد الaction او لو sensory organ شغال والbrain فعلا ادى الaction بس الورجان اللي حيعمل الaction ده مش موجود او مش شغال يبقى الaction مش هيحصل يبقى لازم كل الports اللي موجودة في الحدوت هدي تبقى موجودة علشان الaction يحصل without all of the part of nervous system the person might not receive ولا send ولا react ولا حيعرف يreceive الinformation ولا ي send the sign ولا react مع الinformation دي ذكروا كويس واتمنى لكم كل التوفيق اشتركوا في القناة